بمرحب بكم مرة ثانية عزيزي المشاهدين وزي ما شفنا لقطة مضيئة وفرحة جيرة جدا جدا لملوك صلاة اليد بجد النادي الاهلي اللي جمع بين بطولتاي الدوري وكاس مصر بعد تغلبه على نادي الزمالك في بطولة الدوري وبعد تغلبه النهاردة في نهاي كاس مصر على سبورتينج 32-22 دوري وكاس كرة اليد أهلاوية وحمراء وبطولات جديدة تضاف للقلعة الحمراء كابتن شريف أحب أقولك بطولة اليد كنا متأخرين فيها بأن كم سنة؟ أربع سنين 2018 كانت ودوري المحترفين خمسة بمبارك لنفسنا وبمبارك لجماهير النادي الآلي وبمبارك لجهاز الفني كله لكرة اليد والإقدارة النادي الآلي طبعا نافه كلها وبمبارك لحبيبنا وأخونا العوضي الحقيقة من ساعة ما جاءه وفي إنجازات كلها واضحة في منظومة النسوط الرياضي كله يعني فألف مبروك وعبال اللي جاي إن شاء الله ألف مبروك كابتن علاء إنجاز آخر يضاف لقلعة البطولات الحمد لله دايما الهيام دي كلها بطولات الحمد لله وفريق اليد بيقدم مستويات مش طبيعية مشاء الله وطبعا يمكن زي ما كنتشيف قال على موضوع خلد العوضي ووجوده في المكان دي لكن قبل خلد العوضي طبعا لازم نشيط بدور الإدارة اللي هي في وقت كده مش عجبها الشكل في الصلاة لكن بدأ التطور بدأت تطور على الأخطاء دايما يقولي يا عايما حط إيضاك على الأخطاء وبدأ صلى حتلاقي كل حاجة ممتازة ألف مبروك لأدارة النادي الأهلي كابتن محمود ألف مبروك بصفة شخصية لخلد العوضي ومبروك لأبطال الهندبول مبارا مبارا شفتات فرقت عليها مباراة الزماني كانت حاجة قوي جدا والنهاردة الحمد لله قدروا يحكموا الكاس أكتساع فيها النهاردة ألف ألف مبروك ودائما رب من بطولة الأخرى يا رب إن شاء الله كابتن أسامة إنجاز عظيم وشيء يحسب لإدارة النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي طبعا ما فيش شك نمر واحد بنبارك للجماهير يعني البطولات الحمد لله في كل الألعاب ماشية بشكل كبير مبروك للإدارة طبعا إدارة النادي الأهلي مبروك للجهاز الفني لكرة اليد والعملين وكل اللاعبين ومبروك لكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي عام الجود من ساعة مجيه وبطولات كتير في السلة وفي اليد وفي غيره يعني مبروك لخالد كرة الطائرة آه وطبعا وكرة الطائرة مبروك تاني لجماهيرنا وإن شاء الله مزيد من الانتصارات في كل الألعاب إن شاء الله كابتن عادل الألف مبروك أولا مبروك لإدارة النادي الأهلي اللي هي يعني إدارة مشكورة بس عشان الناس تبقى عارفة يعني كل الألعاب السواسية كلهم زي كرة القدم بالعكس مهتمين بيها على أعلى مستوى يعني اهتموا بكرة الصلاة ومبروك لخالد العوضي اللي بيكتهد وبيشتغل في الباسكت احنا لسه كسبانين الزمالك في التلات مطشاة واربع والنتايج كلها كانت الضعف يعني تسعين مثل خمسة واربعين ده في الباسكت في الفولي بكرة عندك كاس مصر برضو الأهلي والزمالك هلعب الزمالك في الكاس ده بكرة ولكن في الهند بول الحاجة الوحيدة اللي كانت بعيدة عننا بقى لخمس سنين نزبط نشتغلوا على أعلى مستوى والحمد لله ومبروك للعوضي تاني الحمد لله رب العالمين سريعاً قبل ما ناخد الكابتن الناصر بقى اللي مشرفنا النهاردة رجل مبارة اليوم أنا دايماً وأبداً طبعاً هما مجدين محمد شريف مش كده؟ اي أنا عندي علي معلومة ميش كابتن علاء لا النهاردة تديها للشناوي تديها للشناوي فرق نهاردة معكم كابتن السام لا ما تضيش أربعة أو تلاتة زي كل مرة لا أنا أخبر بصع أطول أنا مع أولاً أنت خلاصة أخبطينا مش هل حروح للمشاهل كنت رايح أربعة ديس لا طب قولي فضل لك هو إلي لا خلاص سيفه كابتن سيف أنا أقوله على أربعة بأن أقول لك ما يشكر مفضلك لا الشناوي بيانج عامل ماتشي كويس أو الشناوي معلول سين الشحات شريف معلول وشريف كمان وإنت اختارتني بقى لكن أنا أقول للشناوي شكري والشود التاني تم تقول الشناوي زي علاء وخلاص لا 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 لازم يدي كل حق لا لا عشان الشناوي تظلم أصلاً أنا أقول لك اللازم فعلاً لأنه في ماتش فيرامنس ناس كتيرة جداً بتتكلم أنه أخطأ في كام كورة ماشي وما دوارد لكن هو فعلاً من أفضل لعبة النادي الآلي في كل المواسم اللي فات فالنهاردة الشناوي كان سبب كبير من أسباب انتصار النادي الآلي بقول لك هذا أحداش اللعيب ممكن أحداش اللعيب آه أعجبوني أعجبوني بس ده نجم أختار مين الشناوي أنا أخترت الشناوي أنت الشناوي إيبا أنت الشناوي الشناوي عشق ماشي طي عموماً يبقى موجة نظر نجومنا الكبار محمد شناوي هو رجل المباراة اليوم أنا كنت حديا لديانج بصراحة طيب ولكن أنتو الأغلبية أما أنا قلت لك محمد شناوي يا كابتن ده أنا مدي حسين الشحيات أيمن خلاص بهم الأغلبية 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 هي اللي تكسر أنا ديت عني معلوم بنرحب بقى بخابرنا التحكيمي المتميز دائماً كابتن ناصر عباس منوارنا كابتن تحاتي لكابتن آيمن تحاتي لكل مشاهدي قناة نادل أهلي تحاتي لنجوم الكبار كابتن شريف عب منعم كابتن عالم يهوب وسامة عرابي وكابتن عادل أبر حماري الله يخليك مبروك كابتن آيمن للنادل أهلي النهاردة على المباراة مبروك لفريق كورة اليد وحاجة مهمة عاوزة أقول لك كابتن آيمن النجاح كابتن شريف لا يأتي بالصدفة نجاح بيجي نتيجة التعب الجهد تفكير الإدارة فكل هذه الأمور بيتيجي في الأجل خاص بيجي النجاح طبعا بنشكر طبعا إدارة المجلس لنادل أهلي النهاردة برئاسة كابتن محمود خطيب هذا كان أدأ كويس جدا بالنسبة للفريق هنروح للتحليل طبعا قبل بس محالي لكابتن أنا رسالة لبريرا الخبير فيتور بريرا البرتغالي في البداية يعني إحنا وقلنا دايما من خلال السؤال التحليلي وقلنا هذا إحنا بندعم هذا الرجل ونقول إن إحنا معك وندعمك ونسندك ولكن إحنا بقلنا شهر نصف كابتن آيمن لحد الوقت لسه ما شفنوش بصمات الخبير الأجنبي على التحكيم أقول إن هو عين لطاكم التحكيم في جاس مصر مشكلة خالص ولكن إحنا نفسنا نشوف إيه أهدافك خطة تطويرك إيه هي النهاردة نشوف الحكام بتتقرر ركابتن آيمن لجبارة 24 بيقرر نهاردة لجبارة 25 عندنا حكام صعدين يا كابتن علاء عندنا حكام صعدين وعادين ياريت حدك تحط إيدك على التعينات وتقول لنا إيه فلسفتك وتقول لنا إيه خطتك في الفترة اللي جاية لأن انت نهاردة بقى لك شهر ونص أعطاك الموجود نظري لابد أن يكون فيه شغل نتيجة وخطته التطوير طبعا هل التطوير ببقى سريعا كده تشوف نتائجه على طول مسمرة لا أنا بكلمش على التطوير هو أولا ما قلناش هو إيه خطت تطويره ديني مرواحد لك أنا بكلم على ملفة عينات انت حيث بقى لك شهر نص شفت الحكام يا كابت شريف كلها أكيد عرفت مستوى داع الحكام ولكن عندنا في حدود 47 حكم 50 حكم فتدي الفرصة للناس إنما ما مكررش حكام وفيه أخطاء نهاردة عندنا نادر أمر الدولة كان بلعى في 24 نهاردة بلعى في 25 بقوله نادر يسأل لك يا ريت يشوفوا المباراة يا جماعة مش معنا نادر لكسب في نهاية 3-0 ليس أخطاء لا يوجد أخطاء تحكمية أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة يبقى رسالة البيريرا نشوف بقى شغلك نفسي نشوف شغلك نادر شوفوا المباراة النهاردة وشوفوا الحالات اللي جاءة دي مهمة جدا 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 نادر نصرف النظر عن أداء النهاري ونتيجة 3-0 دي فيه أخطاء تحكمية كتر عادل النهاردة في المباراة أثرت في نتيجة المباراة منهم مخطاق مؤثرة. بالزبط كده. هروح لتحكم التحكم سريعا عشان خاطر الوقت بتاعنا. هنا نادر أمر الدولة وحاكم طبعا من الحكام الكبار. سامي هالها مساعد أول وعندنا هاني خيري مساعد ثاني. وبريم محجوب الحاكم الرابع من منطقة بورسعيد. عالفار كان حاكم خارد الغندور وكان سامي الجمال. بس دي أول مباراة ديرها نادر أمر الدولة للنادي الأهل. لا طبعا. سنادي سنادي. وهو مره للنادي الألي في الدولة. بالزبط كده بالزبط. ولكن أنا أقول لنا نادر متحكم يعني كويس. ولكن ما ينفعش تبقى في دي أخطاء موجودة. وحنشوف كابتن الأخطاء اللي موجودة في اللي معنا. نشوف الحالة الأولى. يلا. هنا دخول بتهاور. قرار سليم. ممتاز. بمعيارك يا نادر. إذا البطاقة السفرة رقم كام؟ 28 سوكاري. نزبوط. تركز معنا كابتن علاء. بمعيارك يا كابتن مين؟ نادر أمر الدول. سوكاري هنا الدخول بتهاور. وهنا أشهر بطاقة السفرة. وقرار صحيح. حالة شبيهة بقى. يلا. خلينا نروح للي بعديها. والشيء بالشيء أسهر خلاص. هنا دي الدخول بتهاور. تعال هنا نشوف الحالة اللي جاي. نادر يقرب من الحالة 6-7 متر. سوكاري رقم 21. في الدية 55. عمل يا كابتن علاء. خليك معايا كابتن علاء. معاك ما تتكلمت. توقف. أيهما أصعب. هذه الحالة كابتن شريف. دي أصعب. دي أصعب. ولا الأولياء. دي أصعب. دي أصعب. دي أصعب. دي أصعب. هنا كابتن. كابتن ناصر. أنا الأولانية بأمانة. أنا شايف أنها مش إنذار. خد الكرار. خد الكرار. لكن دي طبعا إنذار أكيد. بوزي كابتن. دي إنذار أكيد. كابتن أسامة أنا بأتكلم بمعيار الحاكم. كان مش بعمر أصر عباس. أنت ديت هناك إنذار. دي أصعب. دي أصعب. خليني بقى بدي بقى ملاشي. سامحوني بس حقف شوي. كابتن هو فيه بعد الإنذار تحذير. لا. هو بعد ما قدت. قبل الإنذار. لا لا لا. بحذر اللاعب. لا تديه للإنذار الثاني. خلاص يا كابتن الإنذار الثاني. والبطاقة الحمراء. وشكرا. مصبوط. سؤال. خلينا ناد الأهلي متعادل. والله ما بتكلم عن ناد الأهلي ويكسب ما مصبش. ولكن ما بتكلم على العدالة التحكمية بين فريقين. ناد الأهلي خسران واحد أو متعادل أو بالعكس. فارقه ليه اللعبة دي. على الفرقتين يا كابتن شريف. هنا بطاقة حمراء مفقودة في ديئة 55. بنفس معيار نادر أمر الدولة. الكابتن دي بطاقة حمراء من غير الإنذار الأولين. كابتن أقول لك اللي حاجة. بطاقة حمراء. للنذار الثاني. للنذار الثاني. دعنا نتكلم بمعيار القانون لكابتن شريف. هنا الدهس موجود ودي حالة واضحة جدا وسهلة. عن اللي لقابليها. دي أول حالة يا نادر أنا بكلمك فيها. لابد أنك أنت تراجح حسابتك فيه. باحتسابك المخالفات. تعال هنا كابتن هنا. هرجع بس لللايف هنا. سوف ننظر على المخالف هنا. ستوب. هرجع تاني بس لللايف. أول لحظة لتكام مخالف. سؤال. كابتن عليك كنت مهاجم. هنا لو عدتت تروح فين. تروح فين. عندك خمسين فرصة سواء. هتخش جوه. هتعمل دريبل. هتروح لجون. هتعمل بالعرض. يبقى إذن هنا ده تعطيل هجوم. ولا مش تعطيل هجوم. تعطيل هجوم. تعطيل هجوم واعد. بصال فرنظر عن المخالفة تم ارتكابها بأي اسلوب. هنا فيه إنذار مفقود. ضد علي حمد فاتح. يلا. خلينا نروح للحالة اللي بعد كده. ده كله في العقوبات. الحلقة مهمة جدا جدا وحصل جدل جدل كتير قوي قوي. وإحنا هنا في قناة الليالي دايما يا كابتن علاء بنقول. اللي مليه علينا ضمرنا. طبقا للقانون بدون أي إضافات. شوف هنا هو الفر جاب له لقتة جميلة جدا جدا. السؤال بس هرجع. هنا بنتكلم على أولا حسين الشحات. هو في مقف تسلم أو لا. هو في مقف تسلم. لحظة تزديد يا كابتن علاء. ستوب. ستوب. لحظة تزديد بس. لحظة تزديد من فضلك. مهمة جدا. هنا بنتكلم على التداخل. هل هنا اللاعب حسين الشحات هنا قطع خط الرؤية أو حجب الكرة عن حارس المرمى. حجب عن حاسه. حاول ليه يا كابتن. أولا القرى سريعة جدا. سريعة جدا. مش من جاية من المسافة بعيدة. حارس المرمى هنا على ستة يرضى. هنا الشوت من هنا من على الثامنة شهر تقريبا. حجزين هنا حسين الشحات في هذه اللقطة هو قطع خط الرؤية أو حاجب خط الرؤية عن حارس المرمى. وابتالي هنا كان قرار الفار بسعر حكم يجي يشوف ويلغي. لا كان قرار صحيح على كابتن. كابتن مش لمست كمان كعبه. ده انت قلت حاجة بقى لا ولمست كعبه خلاص. بقى اني بص مصاريب كورة كابتن لما قندوسي شات خبطت في كعب حسين من وراء. بص غيرت اتجاهها للاتجاه ده. يعني سواء بقى جاء في حسين او مجدش هو كده كده هنا اللاعب هنا قاطع خط زاوية الرؤية على الحارس المنافس. اللي بعد كده اللي بعد كده سريعا يلا بمعيار نادر يلا هنا خليت اللعبة تواصل نادر على اي اساس. هل انت بتاخد بالشكل ولا باللعب. سؤال هنا مين نجح في لعب الكورة محمد هاني لعب طيب مش حقول لك تدي انظار ولكن هنا في مخالفة مفقودة هنا نشوف هنا هنا هاني لعب وبالتالي هنا كان في مخالفة مراكم واحد وعشرين بعد ما هاني لعب نمشي 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 خلاص هنزق الكورة وهنا كابتن هنا على اقل تحسب المخالفة المخالفة تحسب الخطأ محسبش المخالفة ويضع استمرار لعب. يلا خلينا نروح للي بعد كده خلي بالك نادر دي حاجات كلها والله يعني انت اللي جابها النا والانت لعمل هنا بشيد بي سامي هلهل حكم مساعد متميز في حالات كتيرة ولكن هنا جايبي هنا لحظة القطع هنا وسامي هلهل شايف تمركز الحكم ييمني جدا وتمركز الحكم هي حالة مش صعبة اوي ولكن هنا ييمني اقتهاد الحكم المساعد مقتهد جدا مراكز مقتهد وبالتالي هنا لعبة من الألعاب المحركة. دائما على فكرة حضراني بتشيل بيه دائما بس هو متميز فعلا. طبعا هو متميز كتيرة لان حلول لكل مقتهد نصيب كل ينسان يكتهد ربنا بيديره دي سامي هلهل بحقي في هذه الحالة وقرار صحيح في هدف محمد شريف الصحيح نتيجة ان هو كان في مقرصة دي. طيب نادر انت يعني برضك يا نادر تاني هرجعلك انت قدام الكرة هنا. هو مين اللي جنح في لعب الكرة كابتن عادل كابتن شريف. لاعب الله ليه. تعال نشوف شوف هنا مين اللي زق الكرة. خطأ وخطأ واضح جدا على حدود مطيق 18 يا نادر. وهو صحيح كمان. المخالفة موجودة. المخالفة ودين تدي استمرار. هذه حالة من ضمن الحالات اللي احنا بنتكلم بيا ريت نادر يشوف الحالات دي. ويا ريت رئيس لجنة الحكام يوقف على هذه الأخطاء دي مهمة جدا جدا جدا. يلا خلينا اللي جاية هنا. تمام انت هنا. نفست القانون عشر على عشر. والانزار هنا تعطي العجوم لنتيجة المسك. ما بنتكلمش فيه الصح. صح محدش يقدر تكلم فيه كابتن شريف. ولكن بنتكلم فيه الكرارات اللي فيها. نخلي بالحضرات كابتن ده حاجة صح. وعلى فكرة بمناسبة الانزار ده كمان. حمدي فتحي حيغيب نتيجة تراكم الانزارات. للمباراة اللي جاية بتاعت سموها. ولكن احنا بنقول ان ده قرار صحي. كابتن هنا احنا بنقش على الصح. ودايما مع التحكيم ودايما مع ريس التحكيم. ودايما مع حكام كلها. ولكن ياريت الناس تسمعنا. ياريت الناس تقف على كلامنا وتقعد تحلل وتشوف. دي الحالة اللي هي بتاعت انزار محا. هنا شحات دخل وهو قريب. بصراحة هنا قرار جميل جدا جدا جدا. حقول لك ليه جميل. وهنا الشحات عدة فقد التوازن. مزبوط. سقط. في حكام بيتيجي تعملها كابتن بقى. تدي انزار عجل. بيجي هنا يدي تحايل. لأ فرق ما بين فقد التوازن للاعب المهاجمة كابتن شريف. والتحايل. وللعب هنا عمل تحايل. هنا حسين من كتر سرعوته. في الدريب اللي عمله. فقط توازن. او تحرك كويس او معكورة كابتن. فقط توازن. بصوا واخد الزوال بعيدة ازاي. كابت العلاء انت تحاكم على حاجة. عايزة بحاجة. بانشيط بالحاكم في الحالات اليجابية. كابت العلاء هنا تحرك كويس. ووسع نفسه. خلس نمرار لعب. وهنا ما فيش فيها تحايل. ولا في مخالفة في ركلة الجزائر. تمام. نيجي نشوف هنا. برضك من الكرات الغريبة جدا جدا نادر. بتاخد بالشكل ليه. نشوف هنا محمود متول. يلا كابتن يلا. خلينا نشوف محمود متول هنا. في هذه الحالة. يلا نمشي. نمشي نشوف محمود متول هنا. بعد ما نجح. نشوف هنا ايه اللي حصل. رجل الشمال في الشمال. مخالفة. طيب. تاني يا كابتن هنا نشوف هنا محمود تولي النجح. نشوف هبس. ارجع تاني كده ارجع ارجع هنا. هنا يا كابتن هنا. هنا مخالفة عند متولي. ادتها كورنا. وبعدين بنار على القرار الخاطئ. الشناوي جاي بيكلمك. بيستفسر. أنا ما عندش مشكلة. اعترض. ولكن هو بيعترض على المخالف. فالشناوي خاد انزار. انزار. اذا انا كحاكم عملت مشكلة من اول. في عدم احتساب المخالفة. بشكل صحيح. كنت شريف. تسببت في ايه. في ان انا اديت الانزار للعب. في حالة. كان من الممكن ان كنت تعديها. بدون احتساب المخالفة. يلا. قرار جميل جدا من نادر. تاني بنشيط بالحاكم. وهنا لم يتردد ابدا ابدا. لعب المدافع لم ينجح في لعب الكرة. والتاكلينج معمولة على الرجل وليس الكرة. هنا محمد هاني نجح في لعب الكرة تماما تماما تماما. ونشوف هنا هاني هنا. زق الكرة. وبالتالي هنا اللاعب هنا واخد الرجل. عاقة او عرقلة واضحة جدا. وقرار سليم. خده نادر. واكد عليه خارد الغندور وسامير جمال. باحتساب المراكل الجزاء الصحيحة لمحمد هاني. ويمكن دية اخر حالة كانت في ديئة تبير 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 490. داني يا كابتن ايمن. يا نادر انت حاكم كبير وليك خبرات. هناك اخطاء في هذه المباراة. مش معنى النادر الغندور كسب 3-0. واخطاء تعاد. لأ لاجح حساباتك تاني نتمنى. وبنوقف مع التحكيم تاني كابتن ايمن خلال قتل الغندور الغندور. وبنقول دايما نفسنا نشوف التحكيم في احسن صوره. والكلام ليه رئيس لجنة الحكام. اللي موجود حاليا. بمناسبة بقى كابتن رئيس لجنة الحكام. وان احنا معاه في التطوير. وان شاء الله يعني ما ياخدش وقت كبير. سمعنا اليومين اللي فاتوا عن حكام مباراة السوبر. مايو في الامارات. وبعض المسؤولين اللي قريبين او في اتحاد الكرة. قالوا ان مستر بيريرا. مصمم ان المباراة دي. يدريها حكام مصرية. ما صحة هذا الكلام. شوف كابتن ايمن احنا زي ما قلنا في ماشي نهائي الكاس مصر 22. خلاص سريعا عشان بردك الوقت. سمعنا فترة قبل المباراة كابتن علاء. وقلنا حكام اجنبي وحكام مصري وحكام اجنبي. وعملنا يعني مشكلة من غير مشكلة لدرجة النهاردة. كان محمد عادل مهيئ يلعب. متبلغ. محمد محرف كان مهيئ يلعب. ومبلغ لولا المرش اللي كان له في تونس. امين وعمر نفس الشيء. خلينا نقول بصراحة. من الوقت. علاء ميهوب انت حكم ماشي السوبر. علاء جهز حالك. كابتن اسامة او جهز حالك كابتن اسامة. دي ليه تدريب. كان على المساوى البدني او المساوى النفسي. الحكم بيحضر نفسه لهذه المباراة. ايه المنع يا كابتن طالما بريرا. وانا بقول ردل على سؤال كابتن ايمان شوقي. بقول لك. ايه المنع يطلع بريرا. يطلع رجل ريسل الحكام. يصرح رسم كابتن على موقع التحدي كابتن شريف. يقول من الوقت. هو ليقول. المساوى الحدي ثاني يقول. اطلع انت اقول ان هذه المورا ستقام بطاقم تحكيم مصر. احييك. ليه عندنا فترة. اقول مثلا. كابتن شريف عبانيام هو لا يحكم. خلاص يا شريف انت لعندك الماتش. جاهز حالك. وبتدي تدرب. وبتدي. لان هذا حدث كبير. ولكن انا مش عاوز يتقال. بريرا قال. او بري ما قالش. انت المسؤول يا بريرا. اطلع اقول ان هذه المورا. تقدر بطاقم تحميل الوقت. السؤال هنا كابتن معلش. لازم برضو يكون لنا واقفة يعني. وفي حد بيدير مع بريرا. مازال حتى الان في مسؤول تعينات. بعين الحكام. في محمد فرق موجود. في لجنة موجودة. في حمد القاضي. في ايمان دي جيش. في توفيق السيد موجود. بيدير مع الملف. كويس. لجنة كاملة احمد ابو العلا. في مجد رزق. في مهند. لجنة كاملة موجودة. هم يعرضوا عليه الاختيارات. هو يعرف كل الحكام. هو المفترض بقى يا كابتن ايمان. تسألني. لا هو مفترض يعرف كل الحكام. أنا بقى لي شهر ونصف. قاعد ما براوعش. المفترض دا تكون لها معايا. أكيد أكيد. بجيب لك سيفي بتاع كل حكم. اتفرقت بقى لك شهر ونصف على الحكام كلها. لابد أنك أنت يكون عندك. رؤية بقى عن أداء الحكام. عشان كده قلت يا كابتن ايمان. اديني بصمة من عندك يا بريرا. في الفترة اللي جاية. عاودين نشوف بريرا بقى. اللي احنا عملين دعم فيه ونساند فيه. نشوفه بقى يا كابتن ايمان بقى. عاودين نشوف حكام جديدة بتلعب. حكام صعدين تاخد الفرصة. خلاص الدنيا جميلة. حضرك قصدك يوسع القاعدة. بالضبط كده. ويحط إيده على التعينات. الله أعلم. هو بيشوف التعينات ولا لا. لابد مهمة جدا جدا جدا. ان احنا نشوف بريرا موجود. ويطلع يقول إن كان هناك فيه خطة لتطوير. إن كان فيه أراء هو عاوز يقولها. كمان احنا كمان نقدر عشان نساعده. ونقدر نقول إن هو عاوز يقوله. يقول لنا الكلام ده يا كابتن ايمان مهم جدا في الفترة اللي جاية. مع التحكيم ومع لجنة الحكام. ونتمنى. ونتمنى ان شاء الله بزلاء. احنا هنا تاني يا كابتن ايمان نادي الاهلي. وكانت الاهلي اللي احنا بنقوله. مدعمين للتحكيم ولجنة الحكام. بس نفسنا نشوف التطوير الحقيقي في الفترة القادمة. ونشوف بريرة بقى يلا. عاوزين نتفرج عليك بريرة أنت كنت راجل حكم كبير. نشوف تطويرك ايه واهدافك ايه. وايه استراتيجتك في التعينات في الفترة اللي جاي. تتوقع يا كابتن؟ ولا كابتن ايمان أنا من خلال التعينات. من خلال التعينات اللي جاي اللي أنا بشوفها كابتن علاء. كابتن ايمان أنا التعينات يعني مش مبسوط منها. مش مبسوط. يعني انت بتكرر حكام وعندنا 50 حكم او 48 حكم. يعني هتدي الحكام قامت. انت بتكرر وفيه اخطاء تحكمية موجودة. لا. كابتن مهم جدا سياسة السواب والعقاب. بريرة انت يعني راجل رئيس لجنة الحكام. اللي يخطئ يتحاسب. مهم جدا 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 في الفترة اللي جاية. وزي ما قلت تاني وبقررها اكتر من مرة. احنا معاك وفي ظهرك. بنسندك ومندعمك. وبنساعد كل حكام مصر المتميزين في الفترة اللي جاي. شكرا جزيلا كابتن ناصر شرفتنا وامتعتنا كالعادة. شكرا كابتن ايمان. بمناسبة فوز النادي الاهلي بطولة كورت الياد النهاردة. يمكن معانا لحظات التتويج ان شاء الله. معانا في الصورة كابتن محمود الخطير. هو بيتوج اللاعبين بالميداليا الزهبية. وزي ما قالوا كابتننا الكبار يمكن كابتن خالد العودي كان له تعليق بعد المباراة. وقال فيه ان ثنائية اليد تؤكد نجاح منظومة النادي الاهلي. وجود الكابتن محمود الخطيب. وهو بنفسه اللي بيسلمهم الميداليات. حاجة كبيرة جدا جدا. وشرف لكل لعيب أو كل بطل. كل نجم من نجوم كرة اليد. اللي تحملوا الكثير الفترات اللي فاتت. وبنتكلم مش بنتكلم كمان على كرة اليد. بس بنتكلم على ألعاب الصلاة بشكل عام. يمكن النادي الاهلي. السناء دي طفرة كبيرة جدا جدا جدا. في جميع الألعاب بما فيهم ألعاب الصلاة. كرة اليد. كرة السلة. والكرة الطائرة. زي ما قلت لحضراتكم. بيجمع النادي الأهلي. وبقال له فترة. ما جمعش بين بطلتين. بطولة الدوري وبطولة الكأس. وجود الكابتن خطيب كابتن شريف. حاجة كبيرة جدا 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 لأبطال كرة اليد في النادي الأهلي. أكيد يا كابتن أيمان. كابتن خطيب بما موجود بيبقى داعم كبير جدا لكل اللاعبات. ساعتني لك. وهو المسؤول الأول عن كل هذه الإنجازات. فمن البديه جدا من اللاعبة كلها. زي ما احتفى بهم في كاس مصر. إن كرة اليد ليها حق علينا جميعا. إن رئيس النادي ومجلس إدارته يهنوهم بهذا الشكل الراكي جدا. فألف مبروك. وإن زي ما قلت لك في الستوديو إن الإدارة هي أساس كل شيء. صحيح. إدارة في أي حاجة غير الكرة أو غير الرياضة. إدارة في أي حاجة. أساس النجاح في أي شيء. صحيح. المدير الفني الأسباني. الأسباني. فألف مبروك. ومبروك على الاختيار الجيد. وعلى تركيز واهتمام كل منظومة النادي الأهلي للنجاح والكؤوس. فدي عادتنا الحمد لله. ونبارك بإذن الله. بإذن الله. قريب العاجل يعني. إن شاء الله. كل البطولات اللي بنشارك فيها بإذن الله. ملوك الصلاة فعلا كابتن علاء. وزي ما قال كابتن خالد العودي. صنائية اليد تؤكد نجاح منظومة الأهلي. إن دي حقيقة يا إيمان يعني. مدى نجاح أي إدارة. مدى بك أكمل بطولات الحمد لله بتفوز بيها. خصونا كان عندك مشاكل جامدة في موضوع الصلاة ده. لكن الحمد لله. قدرت تزيب لك صلح أخطائك وتجيب الناس المناسبة. ووجود خالد العودي. ووجود كمان ياسر لبيب في سينة. ياسر لبيب ده نجم من نجوم كورة اليد في مصر كلها. وكنا حتى زمان. وكان قريبين كان ما تسمينهم بيبو بتاع بيبو اليد. يعني عندبو الياسر كمان كان. نسمون ياسر بيبو. كنا نسمون على ياسر بيبو زمان. لكن لاحظت التتويجة كابتن بكاس مصر. نفس اللي حصل مع فريق الكورة. حصل مع فريق كورة. وحصل مع فريق كورة اليد. صحيح. دايما يا رب يعني دايما يا رب اللقطة الحلوة دي. كلها احتفالات وكلها بطلات. وإن شاء الله نتوق بالدوري. وإن شاء الله الأهم بقى إن شاء الله استعداد نتوق ببطولة أفريقيا كمان. ونفس المنظر الحلو ده يبقى إن شاء الله شالين. منظر ده شوفنا من يومين في كاس مصر. كابتن محمود الخطيب بيرفع كاس. والنهاردة بيرفع كاس اليد. ونفس المنظر ونفس الكاس بس فريق مختلف. ده كورة يد. من يومين كان الحمد لله وكورة قدم. وبتمنى إن شاء الله بقى الفرقة إن شاء الله تتوق بكل البطولات في النادي الأهلي. طول ما أنت إدارتك صحة وماشي على خطة سليمة الحمد لله. صحيح. وطول ما دايما يا أيما طول ما الجهود والنية كلها عشان حاجة واحدة بس. إنك تخدم في النادي الأهلي. صحيح. دايما طول ما أنت في المكان ده. أنت بتخدم للنادي الأهلي. لقطة المكسب. ودائما بتخدم الأحصر طبعا يعني. لحظة الفوز في أي حتة في كورة في هندبول في بسكت في أي حاجة بتبقى جميلة جدا. فألف ألف مبروك. ودائما إن شاء الله للأحصر وكلها بطولات يا رب إن شاء الله. يمكن شوفنا كمان يعني يمكن أنا كلمت في الإنترو على الدور الكبير اللعبه عبد الرحمن الحميد. في هذا الموسم مع النادي الأهلي وحارس مارمى النادي الأهلي. ولكن للأسف أصيب مبرح في مبارات الزمالك في الدور قبل النهائي. وفرحته مع اللاعبين برغم النهاردة بعد ما عمل الأشعة. اتضح إن هو مصاب بقطع في الرباط الصليبي. كل إن شاء الله نتمنى كل أمنيات لحميد قدامنا على الشاشة بالشفاء والعودة للملاعب سريعا بإذن الله. لقطة جميلة يا كابتن أسامة والنادي الأهلي كل المنظومة بتستغل علشان اللقطة دي. أه طبعا. علشان لقطة الفرحة بالبطولات ولقطة الفوز بجميع البطولات والنادي الأهلي حيفضل إن شاء الله هو النادي الأهلي. أه طبعا ما فيش شك لقطة جميلة جدا لحظة التدويج مبروك لجماهير الأهلي. مبروك لأسرة كرة اليد. للكابتن خالي عوضي الياسر لبيب لكل المجموعة اللي اشتغلت والجهاز الفني واللاعبين. مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي بقادة الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس إدارة. أستاذ عمري فروس. أستاذ طريق قديل. أمش عايزة أنسى حد كل أعضاء مجلس إدارة. كل أعضاء مجلس إدارة وكل منظومة. أه كل المنظومة. ولحظة لحظة الفرحة والتتويج كمان. اليد بالذات كانت في غياب عن البطولات من فترة طويلة. وهم يجمعوا بين البطولتين الدوري والكاس. إنجاز كبير يعني يحسب لأسرة كرة اليد. فمبروك لهم. والبقية تأتي إن شاء الله كرة السلة وكرة الطائرة بإذن الله. كسبنا كمان. كسبنا طبعا. كمان ما تشتت السلة قريب مع الدولي الزمالي. مزبوط. فهي لحظة جميلة. موصلين للنهاية إن شاء الله مع الاتحاد بإذن الله. يعني اللحظة بتبقى. عندك بكرة طائرة. لقطة جميلة إن شاء الله نشوفها كمان. في بطولة إفريقيا في كرة القدم إن شاء الله بإذن الله. أنا عاد اللقطة تاريخية. نادي القلب يشتغل على الحاجات دي. أنا رحت نهاية الدولة. وكنت في الملعب في نهاية الدورة. والهندبول متعب جدا. وقع صبقت يعني. رايح جاي. رايح جاي. رايح جاي. ما قدرتش هروح المباراة بتاعت النهاردة. عشان كمان عندنا استوديو. أو مباراة مباراة. ولكن. أنا عادة أقول لك إن منظومة جيدة. بيشتغلوا شغل جيد قوي. يمكن أنا شفت العوض كتير. وهو يعني مجتهد جدا وبيفكر كويس. ياسل لبيب من أفضل الناس. اللي فعلا فكرة جيدة أن نجم كبير. زي ياسل لبيب يقود منظومة الهندبول. وغير الألعاب الأخرى. عندنا لعيبة كويسة في جميع الألعاب. واهتمام مجلس إدارة الناد الأهلي بالألعاب الأخرى. دي حاجة مهمة جدا. عشان كان في ناس كتير كانت تقولك إنه هيهتموا بكرة القدم بس علشان الرئيس من كرة القدم. ولكن بالعكس يمكن اهتماموا بالكرة الصلاة. دي أكتر زياء زي القرة بالزبط. ومنظومة جيدة. وشغالين بشكل جيد جدا. وقادينا شوفنا الناتج. لسه في فاينال بكرة بتاقيها لهان بولي. وهنشوف الناتج بتاع كرة الصلاة. رجعت لنا هبة كرة الصلاة. يعني إحنا كنا في بعض الألعاب كان فيه أخفاك منها الهندبول. ولكن الهندبول اشتغلوا على كويس. وحظ الهندبول إنه كمان اللي مزك النشاط الرياضي من الهندبول. رغم هذا هو بيشتغل مع جميع الفرق كويس. وأنا بحيي كمان إداري فريق الهندبول. اللي هو المدير إداري هاني برضو من الناس اللي بيشتغلوا بصورة جيدة. والناس كلها بتتعب ومبروك. وده اللي إحنا خدناه إن عايزين نزود يعني كمان بطولات إن شاء الله السنة دي. إن شاء الله. بالإنجاز الكبير والفوز بالدوري والكأس. حرس الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنية لعبي الفريق الأول لكورة اليد رجال. وجهازهم الفني والإداري والطبي. بالفوز بالكأس بجانب بطولة الدوري التي حصل عليها الأهلي قبل أيام. وأضاف أن الجامعة بين البطولتين إنجاز كبير. ويعكس الجهود التي بزلها الفريق وجهازه على مدار الموسم. وهو أمر أسعد جماهير الأهلي التي تستحق التهنية والتحية. لا سيما أنها تدعم وتساند نديها وفراء الرياضية في كل المواقف. كما أن هذا الفوز يحمل اللاعبين مسؤوليات مضاعفة خلال الفترة القادمة. خاصة وأن الفريق يستعد لخوض منافسات قوية على المستوى القاري في مايو المقبل بمشيئة الله. وأشهد رئيس النادي بالأداء المتميز لللاعبين والروح العالية. وأسرارهم على الفوز بالبطولتين واستعادة مكانة كرة اليد الأهلوية. وقال أنه سعيد أيضا بأداء كل منظومة العمل والتكاتف بينهم. والعمل بروح الجماعة والالتزام والانضباط الذي يسود كل العناصر. كما أكد الكابتن محمود الخطيب على أن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يتدخر جهدا في دعم كل الفرق الرياضية. سواء في المسابقات المحلية أو القارية. والعمل على رفعة اسم النادي الأهلي في كل المحافل. كما تعودنا من المسؤولين من النادي الأهلي. طبعا حاجة جميلة جدا وعشان كده بنتكلم على أن ده النادي الأهلي والفرق بين النادي الأهلي وبين جميع الأندية في جميع المستوات. نادي الأهلي بشرفنا في كل البطولات. مبروك لفرق النادي الأهلي المختلفة. كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد. وهو هم يعودون مرة أخرى ملوك الصلاة. ملوك الصلاة فرق النادي الأهلي المختلفة في جميع الألعاب. بكده أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الستوديو التحليلي المبارات الأهلي وفرقه في الجولة رقم 25 للدوري المصري الممتاز بكرة القدم. والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بسلاسية نظيفة مع الرأفة وتربعه على قمة الدوري منفردا. ألف مبروك للنادي الأهلي الجماهير العظيمة. وبالتوفيق في المباريات القادمة إن شاء الله اللي هي بدايتها بعد بكرة بإذن الله أمام سموحة. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة كابتن شريف عبد ننعم. ألف شكرا كابتن شرفتاني. بشكرك كابتن ومبروك ومبروك كرة اليد. وعبار كل بطولة بإذن الله تبقى موجودة بإذن الله في الصرح العظيم من النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله. ألف مبروك. الله يبري فيك كابتن. كابتنو السلام عربي شكرا كابتن شرفتاني. شكرا لك أيمن ومبروك مباراة النهاردة مع فاركو. ومبروك الإنجاز الكبير لاتحقق مع كرة اليد بالجمع بين بطولة الدوري والكاس. مبروك لكل الجماهيرنا وكل العاملين في النادي الأهلي. كابتن عربي شكرا كابتن شرفتاني. شكرا لك أيمن ومبروك النهاردة على فاركو. ومبروك لأبطال كورتلياد دوري وكاس. وإن شاء الله دايما كده في أبطالات يا رب. بإذن الله رب. كابتن عربي شرفتاني كابتن شرفتاني. مبروك الفوز النهاردة وتربعنا على كمة الدوري. وده حاجة مهمة بالنسبة لنا قوي. وبعدين مبروك للهندبول. مبروك لكورتلياد مع خالد العوضي والجهاز الفني وياس اللبيب. والمنظومة كلها. ومبروك للمجلس إدارة النادي الأهلي. اللي بيعامل كل الألعاب سوا سيئة. وده حاجة مهمة. الحمد لله رب العالمين. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى. والستوديو تحليلي آخر لكم مني. أطيب المنا. وأراك تحياتي.